ملف السيارات والإعلان الرسمي عن أسعار العلامة الإيطالية فيات أين كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون على هامش الإعلان الرسمي عن أسعار العلامة فيات كشف أن تصنيع أول سيارة في الجزائر سيكون شهر نوفمبر أو ديسمبر القادم مؤكدا حرصه على الوقوف على مدى تقدم المشروع ترجمة نانسي قنقر سيارات هذه في المستقبل إن شاء الله قدرني إن شاء الله سنزور المشروع تصنيع سيارات في وهرن ونوقف على ما تقدم هذا المشروع وإن شاء الله حسب المسؤولين تعفيات يتواعدوا بش أول سيارة مصنوعة في الجزائر تكون إن شاء الله في السوق الجزائري في شهر نوفمبر أو ديسمبر ومن جهة كشف أحمد زايد سالم مدير تطوير الصناعي بوزارتي الصناعة كشف أن عدد الطلبات المسجلة على مستوى المنصة الرقمية بلغ 73 طلباً منها 19 وكيل في مجال عتاد الأشغال العمومية كشف أحمد زايد المسجلة على مستوى المسجلة على مستوى المسجلة على مستوى المنصة الرقمية وليس كن بمستوى المسجلة على مستوى المسجلة على مستوى المصنوعة في اللقاء لذلك سيكون هناك ثلاثة أفريقيا والشرق الأوسط لمجموعة ستيلانتي سامير شرفان أن مصنع فيات طفراوي بوهران سيكون إضافة حقيقية موضحا أن أولى مركبة فيات نوع 500 المصنعة في الجزائر ستخرج للسوق قبل نهاية السنة سيكون فيات طفراوي بوهران فيجموعة أول ميزة استخدمة فيقصار الحقيقة أولوك ميزة تاغير المنصنعة فيجموعة أخرى فيها سيارات تردت يجلب من هذه العمل قد مهمة. ان تتمت القيام بالعرفة في هذه الفيضات. دعنا wir اعجب اعجب ان تغرير ان يظل الى تفراوي وران. سيئن الآن ن بشأنه الإنسان البراهاتية مع أكثر على 200 ملادًاً. كما كشف داتو المتحدة تنهو تم إطلاق شاركات مع وزارتي التعليمين والتعليم العالي في مجال المناولة مضيفا أن ريهان هو تحقيق نسبة إدماج تفوق الأربعين بالمئة سنة 2026 مجال المستخدمات سنة 2026 ويقالات سنة 2026 كما كون تحقيق الى الأمودات ويقالات مستخدمات أيضًا من المشكلة على سنة 2026 مجال لتحقيق الى الأمودة